المجرم الأول بالنسبة للمجرم الثاني الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم أخيرا قضي الأمر وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن كل من رئيس الدوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد مدة 15 عاما والتهم كثيرة على رأسها السعي إلى إحداث الفوضى والفتنة وزعزعة استقرار الأردن وقبل ذلك وبعده ثبوت التحريض ضد الملك وطريق محام الدفاع عن باسم عوض الله لم يصل إلى نهايته بعد الخطوة القادمة في هذه الحالة سنقوم بالطعم بهذا القرار لدى محكمة التمييز الموقرة المادة التاسعة من قانون محكمة أمن الدولة منحت المحكوم عليهم الحق بالطعم بهذا القرار خلال مدة 30 يوم قضية الفتنة أثارت جدلاً واسعاً ليسارع صاحب القرار إلى وأدها في مهدها فتنة يرى الكثيرون أنها لم تأتي من فراغ واضح أنها كانت تجري في سياق استهداف الدولة الأردنية واستهداف مواقفها السياسية تحديداً فيما يتعلق بالموقف الصلب باتجاه صفقة القرن هذه القضية لا يمكن فصلها عن المناخات التي كانت سائدة في ظل الإدارة الأمريكية السابقة بحيث يفرض على الأردن إنجاز ما أصطلح على تسميته بصفقة القرن أركان التجريم في قضية الفتنة مكتملة من منظور المحكمة أما مسار المحاكمة فجاء متسارعاً خمس جلسات سرية واليوم كانت الجلسة علنية قضية الفتنة ستكون في عهدة محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية فبيدها قرار تصديق الحكم أو نقضه أو حتى قرار إعلان البراءة وحكم اليوم يرسل رسائل إلى الداخل والخارج مفادها أن لا أحد فوق القانون وأن الأردن يمسك بزمام الأمور لان شهين عمان آل مؤادين